هذا وأدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله صلاة عيد الفطر المبارك اليوم مع جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة أبوظبي كما أدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ والمزراء وكبار المسؤولين وعقب صلاة العيد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان التهاني مع جموع المصلين بحلول عيد الفطر المبارك بعدها قام سموه والشيوخ بزيارة ضريح المغفور للشيخ زايد بن سلطان الانهيان طيب الله ثراه وقرأ الفاتحة على روحه داعين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته